كل الأخبار العالمية في وورلد بريس قائمة على التلفزة الوطنية فهم حوار بينها وبينه بين رئيس الجمهورية تم بث في شكل فيديو على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية اتضمن الفيديو هذا حوار ما بين رئيس الجمهورية والقائمة على التلفزة الوطنية فهم بلاغ صدر عن نقابة الوطنية الصحافية التونسية استنكرت النقابة الوطنية الصحافية التونسية ما وصفته بالتدخل السافر اللي قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد في الأعلام والتدخل المباشر في الأعلام العمومي والتلفزة التونسية واللي اتضمن تدخل حتى في ترتيب فقرات النشرات الإخبارية والمضامين الإعلامية والضيوف في البرامج واعتبرت النقابة أنه هذا يعتبر سابقة خطيرة لم يقدم عليها غيره وأكدت النقابة في ذات البلاغ أمس الجمعة أن الأعلام العمومي مطالب بلعب دوره الأساسي كمرفق عام في خدمة الدولة والمجتمع والتعبير عن مطالب الناس ومشاغلهم في إطار توفير المعلومة والموضوعية واعتماد أولويات الإخبار والتثقيف والترفيه لا أن يكون بوق دعاية للسلطة الحاكمة مهما كان لونها كما اعتبرت أن التدخل اللي قام به رئيس الجمهورية يندرج في سياق كامل من الرقابة على الإعلام العمومي والصنصرة وضرب مبدأ التعدد وتنوع الموضوعية خاصة في تلفزة والإذاعة دونك ووكالة تونس إفريقيا للأنباب بالإضافة إلى ممارسات إقصائية تمثلت خاصة في منع المجتمع المدني والقواء السياسية من الظهور في تلفزة تونسية الممولة من دافعي الضراب واستنكرت أيضا النقابة في هذا التصريح الخطير الذي يعبر عن عقلية لا تقبل الرأي المخالف دونك في إشارة مباشرة رئيس الجمهورية ورغبة في توجيه وتوظيف الأعلام في اتجاه واحد خاصة وأن تلفزة تونسية بصفة خاصة دقبت منذ 25 جولي 2021 على تبيض السلطة وتغييب الرأي المخالف أو الناقد لها وقدمت خدمات جليلة للسلطة لاسترضائها دون فائدة هذا حسب نص البيان أو البلاغ عفوا السادر عن نقابة الوطنية لصحافين التونسين كيف كيف طالبت نقابة صحافين رئيس الجمهورية باحترام استقلالية الأعلام والكفة عن التدخل في المضامين ودعت أيضا رئيس الجمهورية إلى تطبيق القانون بخصوص تسمية المسؤولين على رأس المؤسسات الأعلامية وخاصة الإذاعة وتلفزة واحترام استقلالية وسائل الأعلام العمومية والمصادرة والخاصة والابتعاد عن سياسة التعينات المسقطة والتي اعتمد فيها رئيس الجمهورية أساسا على رموز الدعاية وتضليل في زمن التعتيم الإعلامي بينصور وفق نص البلاغ الصادر عن نقابة كما إدعاء البلاغ كافة هيكل المهنة والهيئات التعديلية إلى رفض هذه الممارسات علناً والدفاع عن حق المواطنات والمواطنين في أعلام حر يعبر عن مختلف توجهات السياسية والفكرية ويمثل التنوع والتعدد المجتمعي في تونس وشدت النقاب على أنه مهمة التعديل ونظر للمضامين الإعلامية ليس من دور السلطة التنفيذية يعني من دور عئيس الجمهورية وأنما هو دور هيئات التحرير داخل المؤسسات والهيئة العليا المستقلة للإعلام السامع والبصري ودعت أيضاً نقابة بنات وأبناء مؤسسة التلفزة التنسية بصفة خاصة وبقية مؤسسات الإعلام العمومي بصفة عامة إلى تصدي لهذه الممارسات والانحرافات الخطيرة ولكل محاولات توظيف المرفق العمومي لخدمة السلطة أو أي جهة كانت هذا يكان رسومه دوء أهم ما جاء في البلاغة صادرة النقابة الوطنية للصحافين التونسيين معقول رفضت تدخل رئيس الجمهورية في الأعلام العمومي قالت وأنه ما هوش من حقه يدخل حتى في ترتيب فقارات النشارات الإخبارية والمضامين الأعلامية والضيوف في البرامج ورئيس الجمهورية البارح مقطع الفيديو تم نشره قبل البلاغة بعد ما يقارب بساعة ثم تفاعل مباشر صار ما بين البلاغ والفيديو اللي جاء فيها حوار رئيس الجمهورية بالقيمة على التلفزة الوطنية نحكي أيضا نور في أخبار أخرى في علاقة بوزارة شؤون الخارجية أعلنت في بلاغ لها أنه على أثر التقارير والبيانات الصادرة عن منظمات دولية وعدد من وسائل الأعلام بشأن تعامل السلطات التونسية في مواجهة تزايد التدفقات غير المسبوقة ووضعية المهاجرين غير النظاميين يهم وزارة شؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج أن توضح ما يلي جد تونس التعبير عرف ذه القاطع للمغالطات والشائعات التي تخذت أو تخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطراف تسعى إلى تأجيج الوضع والتغطي على الجهود التي تبذلها دولة تونسية لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية لهؤلاء المهاجرين علاوة عن محاولة المس بصورة تونس ومصالحها كيف كيف أن تونس ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية وجد تونس التأكيد على أنها لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والسقوك والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني تحرس السلطات التونسية على حسن معاملة المهاجرين وتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث كما أنها لم تدخر جهد بمساعدة جمعية الهلال الأحمر التونسي لتوفير جميع الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرعاية الطبية لازمة لهم وتمكينهم من رابط سلاء بعائلاتهم في بلدانهم الأصلية كيف دعت تونس المنظمات المهمية ذات الاختصاصات إلى الاضطلاع بدورها بكل مسؤولية في عملية الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل هذا التدفق غير المسبوق للمهاجرين وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات للأعراب عن استعدادها لتقديم الدعم للسلطات التونسية لإيجاد حلول إنسانية لمعاناة المهاجرين غير النظامين لذلك لنلقوا تلميح مباشر علني من وزارة الشؤون الخارجية للمنظمات الدولية قالت لها يعني ما تقفش حد البيانات والبلاغات اللي تقوموا بإصدارهم برانا باش نساعدوا تونس رانا باش نقدموا لها مساعدات لتقديم الدعم للسلطات التونسية باش يلقوا حلول إنسانية لمعاناة المهاجرين غير النظامين لذلك قالت لهم ما تبقاوش حد البلاغات هذه ونشوفكم تقدموا مساعدات تكون واقعية كيف جدت تونس دعوتها إلى تعاطي مع مسألة الهجرة غير النظامية وتحدياتها في إطار مقاربة جامعية وشاملة باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود كما دعاتي لتجنب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعية هؤلاء المهاجرين ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر لغاية معلومة والعمل على حشد الجهود الدولية للتصدي لهذه التنظيمات الإجرامية دونك لنا فما كما سمعت نور طويقة فما دعوة إلى تجنب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعية هؤلاء المهاجرين بحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بها لغاية معلومة هكذا شنواجه في نص البلاغ أصادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية دونك هذي أهم ما عنا اليوم في فقرتنا في وورد بريس ياتيك صحا نستردين أكيد على الجملة من الأخبار أكيد العالمية الوطنية والمحلية أكيد بشترجعنا بحشوي في نشرة الأنب سنوك انتذي الورد بريس